حد يعرف معنا ايه ده يا جماعة? عايز اقول لك ان المنتج ده هو اللي منتشر الفترة الاخيرة هو انكسر الدنيا وهو خلال فترة اخيرة. هو عبارة عن تراك اللي انت شايفينه ده طريقة استخدامه سهلة جدا. هو عبارة عن مشترك متحرك زي ما تشايفين. بتيجي معا القطعة ديت. تقدر تركبها هنا كده. تقدر تركبها في المكان اللي انت عايزه. بتيجي معا القطعة التانية. تقدر تركبها كده برضو. وكده تشتغل معاك. تيجي معنا القطعة التالتة دي برضو. تركبها كده. تبدأ تلفها. عايز اقول لك ان شكلها ممتاز جدا لو انت بتحب الحاجات الجديدة والترند فانا عايز اقول لك ان انت تقدر تركيبها عندك في البيت. وتقدر تثبيتها في اي مكان. طريقة تثبيتها وتركيبها السهل جدا. اهلا بيكم مرة تانية ازا ما شايفين كده ده شكل الباور تراك اللي معنا النهاردة. شكله بسيط جدا. وعايزه كان انت تقدر تركبه في الحيطة في الجدار عادي. ممكن تنزله في الخشب عندك بدون اي مشاكل لانه سمكه هنا بسيط جدا. وطريقة تركيبه سهلة جدا. بجانب ان انت تقدر تفك الحتة ديت علشان تقدر تركيبه وتقدر توصل السلوك بدون اي مشاكل. خامته من المعدن وخامته تييلة جدا بصراحة زي مانش شايفين كده. وعايز اقول لك ان هو امان جدا يعني اي اطفال لو حب تلعب هنا فهمش هيكاربة. لان في اه تقنيات ان هي تمنع اه الكهرباء طبعا. اه بس لازم تخلي بالك ان الاطفال ملعبوش فيه برضو ما همان كان. لو جينا اتكلمنا على اهم المصفات بتاعته فهو بيجي من خامة المعدن خامته ومتازة جدا وبيجي اكتر من طول بتقدر تختار الطول المناسب ليك وحسب انت هتركبه وفيين بالزبط. اه انا شفتي ناس مركبها في المكتب عندها مغطصها كده في خشب بتاع المكتب. وكان شكله شيك جدا بصراحة. لو جينا اتكلمنا عن اهم المنحقات اللي بتيجي معاها وهنا القطع ديت. القطع دي مهمة جدا. ودي بتختارها حسب احتياجك وانت بتشتري المنطق ده من على الموقع. فتقدر تختار القطع دي. اول قطع معنا هنا فيها منفذ شحن طايب سي ويو سي بي علشان تقدر تشحم بها الموبايل بتاعك. بعد كده هيزهر معانا هنا القطع ديت اللي هي فيشة السلاسي. بتقدر تختار القطع المناسبة ليك وحسب احتياجك. وطريقة تركيبها سهل جدا. ده شكلها هنا كده دي القطعة. كل اللي انت هتعمله هتجيبها هنا. دخلها في المجرى دي. تبدأ تدفها بالشكل ده. كده تركبت معاك. تبدأ تغيرها في الناحة التانية. نجيب القطعة التانية. تقدر تركبها باي شكل و باي اتجاه انت عايزه. بس كده انت كده بخطوات بسيطة جدا تقدر تركب ده عندك في البيت بدون اي مشاكل. ودي كل الملحقات اللي بتيجي معاه. علشان تقدر تثبتها على الحيطة وضيء المصامير. وده هنا دليل المستخدم. ولو جينا بصينا على اهم المواصفات بتاعته. فهنا بيقولك ان هو ميتين وخمسين فولت وتمان تلاف وات واتنين وتلاتين امبير. تقدر تشغله عندك في اي دولة لان الخمسات بتاعته والمواصفات بتاعته وتقدر تشغل على اي دولة بدون اي مشاكل. وبكده احنا وصلنا نهاية الفيديو. لو انت عايز تشتري المنتج ده فانا سايب لك رابط الشراء بتاعه من موقع عليكسي بريس اسفل الفيديو مع كود خصم زي ما احنا متعودين. لما ان يكون الفيديو عجبكم مرة تانية متنسوش اشتركوا في قناتنا على يوتيوب. وتابعونا على الفيسبوك وانستجرام وتويتر والتيك توك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.